موسيقى مشاهدين برحب بحضراتكم معانا مرة تانية في النور طول الوقت بنهتم بملف الاعلام في مصر لانه مهم جدا الاعلام هو اللي بيشكل وعي المصريين بان فترات طويلة من الزمن وبالتالي احنا بصدد تغييرات جوهرية في المضمون اللي بيقدم لانه بعض الفضائيات للأسف خرجت عن السياق في برامج بعينها اصبحت منصات للسب والقصف والتشهير بهم مؤسسات او باشخاص او ما شابه وبالتالي كان لابد من وضع مجموعة من المعايير اللي تحسم هذه المسألة المجلس الاعلى للاعلام من يومين تقريبا كان ليه مجموعة من القرارات او وضع مجموعة من الاكواد الخاصة بالعمل الاعلامي ويمكن نحدد مجموعة من الاخلاقيات كده اللي ليه علاقة بتخطية الحوادث الارهابية الملفات المتعلقة بالمرأة بالطفل بدوي الاعاقة يعني مجموعة كبيرة جدا من الاسئلة النهاردة هنترحها على ضفنا الكريم ونتناقش معاه نشوف مدى جدوى هذه الاكواد هتطبق ولا لأ بيسعدنا ويشرفنا يكون معانا سيادة اللوى طارق المهدي رئيس المنتدى المصري للاعلام سيادة اللوى اهلا بيك اهلا بحضرتك اهلا بيك ربنا يبارك لفيك الاعلام المصري يعني احنا كنا بنعول في الفترة الاخيرة على انه الاعلام يكون مشارك بشكل كبير في خطة التنمية او التطور اللي احنا عايزين مصر تكون موجودة فيها تقييم حضرتك للاعلام هل وصل فعلا ان يكون شريك اساسي في التنمية ولا لأ ده بداية قبل ما نشوف بقى الاكواد والكلام ده انا اعتقد ان كلنا قلنا رأينا في الاعلام وانا هقوله اعنف شوية مهترق تكلم على ايه اعلام مهترق ما فيش سياسة اعلامية واضحة بتتحرك بنتحرك فيها انك فكرة انك توجدي اكواد حتى انا انا شكرت لان احنا كنا كمنتدى مصر الاعلام من اول ديه بالنقش ده بالنقش مجموعة مفاهيم فانا كنت سعيد على المستوى الشخصي لما طلعت المعايير من الاستاذ مكرم باعتبر ان صوتنا كان مسموع او ان احنا كنا امناء في ما نحمله او ما بنتجرش بالوطنية ولا بنتجر بالدين لا لما الهدف في وطن بتبقى الرؤية مختلفة والاختلاف اعتقد الاعلام بشكل مع مباشر كلام محدش يعني مش هيقوله قدام تلفزيون غيره لو يقصد وجه وطن يقصد هدف وطن لها ياخد باله بقى من كل القواعد اللي بنحكي عليها دي الطفل وزو الاعاقة والمرأة والانسان الغلبان والوطن وكل ده لان المحرك بالنسبة الوطن حتى وهو بيتحدث كلام شديد زي الاب اللي بيشارك في تربية ولاده بيقول له لا كده صح وكده غلط ده ما فيهوش عيب انتي بس انا انا معطرد على انتي قلتين قلت بعض من القنوات لا قولي اغلب القنوات انا معطرد على كلمة بعض انتي مضطرخة انا ما عنديش اضطراع اغلب القنوات الحقيقة لم تراعي كل الاشياء لدرجة ان انا ابتدأت استخدم تعبير ان المهنية والشفافية ومساق الشرف اصبحت كلمات سيئة الصمح ده اضيف ليها بقى ان بدعوى الدين وبدعوى الوطن يسيء الى كل ما في الوطن وكل ما في الدين الاثنين انا بقى سميهم المتاجرين يا متاجر بالوطن يا متاجر بالدين الحقيقة القصة دي لازم تقف وعشان تقف محتاجة اه خطوة ان يبقى فيه معيك قد نكون نتفق او نختلف انما فيها عمومية فيها عمومية في الكتابة حاجات ما نختلفش عليها القيم الاخلاقية والمعايير خذي بالك ان حتى الكرتون الامريكاني مأساة طبعا لا ده فيه في بعضه معايير اخلاقية بنت ولدنا بالصدفة يعني 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 انا بحكي عن تجربة حقيقية وتقلتلي كده اوه تكونوا فهمين مش عارف ايه ده اللي علمنا مسينجر واخدفلك طب كويس المسينجر اللي في فترة زمنية كان محافظة على قيم اخلاقية النهاردة انت بتشوفي الكرتون الجديد كارسي كارسي بجميع المطايز بيونقد كل العادات والتقاليد عادات وتقاليد وطفولة ومراعات اخلاق وفوق 15 وفوق 50 سنة كمان كل الاشياء فانت سايبها ملعب في كافة مكان ملعب دراما ملعب سينما ملعب قواعد مهني خلينا بالراحة انا موافق جدا على التعبير ده بس نستوعبه ونكون بنحاسب عليه وانا كنت قل لي ما باطلع باتكلم على الاعلام كنت باتكلم على النقطة الرئيسية اولا احنا ما عندناش كهاز رصد بمعنى بيقيم وبينبه وبيوعي الناس انت قضيتك قضية وعي لان انا لو شغلت الناس في سفاس في الامور وده اللي حصل في كل الامبراطياريات اللي في التاريخ واخد بالك سواء هنا عندنا في الشرق الاوسط أو الامبراطورة العالمية شغلوا نفسهم بسفاس في الامور وبالتالي استهلكوا تقطيتهم وقدرتهم والرغبة في الصراع نهيكي بقى عن ان الصراع مبدد للطاقة احنا كل اللي بيعملوا الاعلام النهاردة بيدور على الخناءة هي كالطويلة ولا سيارة هي اطلقت ولا لسه هي اطلقت ولا لسه هي اطلقت ولا لسه اي حاجة اي حاجة قضية بتهم مين قضية تهم مين ولا حاجة هل ده معياره وطني هل اللي هيقف يصرخ ويغير جلده كل يوم بالدعاء وطني او بالدعاء دين ده 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 فيه نمازج للأسف انا مش عايزة اقول كلام معني هتودينا الالحاد الكارثة اللي هم موجودين حتى الكارثة اللي هم مستمرين هو ده الموضوع كيف نسمح لنفسنا ان احنا ما نوعيش الناس عشان ننبه من هو الوطن اللي بيقف يقوله الله العظيم انا وطني او بيزرف الدموع على تحية مصر لكن ساعة الجد يروح يستخبى تحت السرير او تحت البطالية ما احنا شفنا النمازج دي نفس النمازج اللي كانت اللي بتغير جلدها كل يوم ازاي نسبها تصدى المشهد انا مرة كنت في برنامج مع حد فحد بعتلي كده قال لي انا اول مرة ما صدقش انا مش فاكر ان انا غيرت في كلامي يعني غيرت في الادبيات اللي بقوله طبعا طريقتي حتى في الكلام بينها انها مختلفة انت هتسأل للناس السؤال هيجاوبوكي في حتة تانية خلص او اخذ بالك انا ما بجاوبش في حتة تانية لاني يا بختم البكاني ولا بكى الناس علي ولا فرحني وفرح الناس فيها هي القضية ان احنا بنبني وطن وطن فيه من الانجازات الكثير طريقة عرضها بشكل قد تخسري فيها تخسري بناط بدل من انت تكسبي بناط نتيجة لانك انت بتعملي عمل جاد وعمل حقيقي وعمل ده سياسة اعلامية فبالك حد قال لي انا ما صدقتكش صدقتنيش لي ما استحملتش فمسكت التليفون وانا ما غيرتش حكا انما بعد ما قفلت التليفون لقيتني فعلا انا كنت مراعي الجنبي يعني احنا اتنين ضيوف يعني انا عارف توجهه فما بقاش على طبيعتي ما بقاش تو straight forward اه اقل شوية من دي نقطة نقطة انا يقلولي نقل الكاميرا بينك وبينه انا بحكي على ده سطبيعية بيفقدك من صدقاتك يعني يعني اتنين بيغنوا نفس الاغنية فالفكرة كلها ان احنا محتاجين الناس التي الناس اللي احنا عايزين نسباحها اللي عندها حاجة اه انا ما نعرفش نقولها ما نعرفش نحللها ما نعرفش يعني انت عندك قضايا كثيرة تستاهل ان احنا لازم نفهمها وخصوصا في الاقتصاد محتاجة نص متخصصة بتكلم الشارع بتكلم المواطن المصري اللي في الاصل انه شريف الاصل كلنا ان احنا كلنا مواطنين شرفاء واللي شز عن قاعدة نحزبه فاحنا بنعمله انه هو راجل كويس هذا المواطن المصري الشريف انت عايزة تخطبه مش باعلام مش خطاب اعلامي لا خطاب اقناعي ليه يعني يعني خطاب اقناعي بمعنى انه انا احترم عقلية المشاهد ده فانا جبله الضيف اللي يحترمني كمقدم برامج الاول شكرا كفان كمقدم برامج الاول ويحترم المشاهدين رافعلك رافعلك هو انا النهاردة نفس القصة يعني الاسرة اللي قالوا انه كان فيها في توقيت ما ايا كان ده حصل ده فيه نبطشية فطار يعني ده بيفطر النهاردة وده يفطر بكرة وده يفطر لانهم ما يقدروش الثلاثة مثلا يفطروا في يوم واحد عشان يعملوا كده هم اقتنعوا وممكن واحد يقول ده انا استحمل يومين بدون فطار واحد ثلاثة لانه اقتنع بالقضية وانها احتياج واخد بالي انا ما اقولش ان القضية كده لكن القضية في نفس الاتجاه غير لما انا اقولك ايه احترم نفسك وانتفطرش عشان اخواتك افطر لا الفرق احنا احتياجنا احنا المتاح لنا رغيف احنا اربعة هنأكلوا احنا خمسة لا اربعة هنأكلوا النهاردة وواحد بكرة وارد وهتلاقي الناس بتقبل وقبلت وقبلت لانها في الظروف كثيرة جدا وانا هتديلك لقطة قبل رغب انها برد دائرة بس منها عليقة لان واحد كان بيكلم لدلوقتي عشان اتكلم مع الدفاع الجوي في 6 اكتوبر يعني صفتي رئيس اركان الدفاع الجوي دايما انا باخد المثل ده محافظات متهجرة عيشة في فصول حمام جماعي مفيش ولم يشعروا بهذا القلم لانهم كانوا عندهم القضية ماشي يبقى من اللي صنع هذه القضية والوعي هو الاعلام بالتأكيد هو اللي نقل ده نقطة تانية كان بيرمي في مواقع الدفاع الجوي بس ب4 مليون جنيه اسمنت في اليوم لما كانت من الاسمنت ب18 جنيه بزروب بلد متهجرة انما الناس قبلت هذا عشان كان فيه قضية مؤمنين بيها لان الاعلام وصل لهم القضية لان قضية الوعي كانت موجودة هي قضية الوعي مش ان انا اقول لك احترمي نفسك لان معزرة يعني في التعبير لأ خليكي وطنية لا 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 ازاي انا الاول انا صادق يعني يعني احنا من جيلة صلحية المواقف بقت مختلفة انا مش عارف يعني هل الناس هتقدر توزن ولا بس قبل ما حدك تكمل انا عايزة حكي الجيل كان بيبص لايه بيبص لدماغك ونيتك الاول بالضبط لما يطلع موزيع او مقدم برنامج يلوم المواطن انه في احتفال شام النسيم كالرنجة وفسيخ انا مش عايزة احكي على موزيع بعينه اه مثلا يعني انا عايزة اقول انا قلت المثل ده بس بطريقة معممة خلينا عشان ما نبقاش بنستهدف حد ده نهيكي بقى ان انا على التجارة على المستوى الشخصي في ثلاث محافظات وفي الاعلام انا شايف القصة من جوه انا بتكلمها كاي مواطن قاعد ورا وبيتفرك انا شايفها وانا بعمل المجتماع في الدور السابع فيه الف واحد وكل الناس موجودة وعرف هم مراحلين لفين هم هدفهم ايه هل هدفهم وطن ولا نعمل اعداد للبرنامج هل هدفهم وطن ولا اشتغل موزيع هل هدفهم طب الرجالة والستات اللي في المبنى دول عمل فيهم ايه اشحدوا ولا ما انتوا دوموا في شغلهم فنقصد ايه ما حدش النهاردة الازعاج انه يبقى فيها الدعاء وطنية انا مش عايز احكي على المسأل ده لكن متكرر اه انه انا ما بكونش بعمل اللي بقول عليه انا مش الموديل ده انا مش مش العينة دي الناس لما كان بيحصل لها تأهيل سياسي في ايام عمرنا لو واحد كان ركب عربية ولا ولا لبس قميس غالي شوية كان لا مش انت مش انت اللي هتأهل مش انت اه كانوا انا كطفل طفل في حينه يعني لو اللي حسيت ان ده انا لبس حاجة اعلى من اللي حوالي شوية هغير مش مستريح مش مستمتع باننا متعلق العكس بقى بيحصل للوقت العكس ده بيحصل فدي نحكي ده قيم نحكي اخلاق نحكي قلب اللي بيوجعني القلب اللي بيوجعني اللي هو ما بيحكيش عليه هو مش هو اي حد قلب اللي يوجعني اللي يخليني اه يعني مش هينفع الحسة بعينها لانها حصلت مبارح يعني حد واحدة ستت غلبانا وقفت خطها فقال حكيت لي انها مشية مثلا التلاتين كيلو دول عشان تروح تسرط بطاطس صغيرة ولا كبيرة فتاخد تلاتين جنيه حكا كده يعني حكا كرسية تبكيكي واخده قالك لكن فيها ناصر كانت بتدعمها واخده قالك ليها توجهة سياسية لما شلها يبقى لازم يبقى ليها بديل مش هلوم السد فهمت حضرتك مش هلوم السد اه يعني كان فيه ناس بتدعمها ناس تقول اصلا اعداء للوطن انا عمر انا بحكي الحكاية دي لان انا عايز اوصل بيها رسالة لانا ما خدش بالي انا بحكي كطرق مهدي مش انا كالدولة انا ما خدش بالي اه كان لازم تدول عشان صناعة العدو وصناعة الطابور الخامس وانا ده من بقول ان اي حزبة هيبقى ليه عشرة في كل قرية خلصت فالستة احنا كنا على طريق اسمع اللي والستة غلبانة خالص يعني احنا وقفنا قاعدة وما تخيلناش الحوار بيننا ايه هيمشي كده هي الستة عايزة بتعبيرها تشور بنتها لكن ما بقوش يدوها بالقص فيه فيلم كده انت مش ياخد بالك منه بقى لازم تحط البديل رايز هو ده اللي يتكلم فيه الإعلام مش مستشفى الناس بس مش مستشفى 57 بس لأ قبل ما تبقى غارمة عشان تجوز بنتها لازم ادعمها نلحقها نلحقها تبقى انت صنعتي حزب الشعب حزب الشعب اللي هو انا بعمله او اخرين بيعملوا الهدف غير نبيل انه بيجند عشرة في كل القرية وهو اعداء الوطن بيعملوا ايه غير انهم بينقوا العناصر المستضعافة دي علشان يمسكونها منهم وما تلومي همش لان الاحتياج اكتر ست بتعبيرها الاكل والشرب سهل عكس اللي انت كنت بتكلم مش عكسي يعني بس اقصد وصل بيها لمرحلة لا الاكل والشرب سهل لكن اياه عايزة تشتريق اما هو بتبقى تجهز وقالتلي ارقام وغسالة وصخان يعني حاجات عايزة تجهز بنتها عشر تلاف جنيه احنا معانا عشر تلاف جنيه معانا على التريفون استاذ ايمان عدلي رئيس لجنة التدريب والتصقيف بنقابة الاعلاميين اهلا بيك يا استاذ ايمان 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 ويمكن احنا كنا بنتابع او بنتناقش ولسه هنتكلم في الاكواد الخاصة بالمجلس الاعلى للإعلام الخاصة بتنظيم العمل الاعلامي في مصر تعقيب حضرتك على هذه الاكواد والنقاط الخاصة بطرح القضايا الارهابية التعامل مع قضايا المرأة والطفل وغيرها وبالتالي ما تم خلال أيام من شرح اللائحة بالضوابس والمعايير بأصول المهنة ده يأتي في إطار ما تقوم به الدولة من ضبط مؤسساتها زي مؤسسات الإعلام الهدف هو عدم تقديم محتوى يعني حريك عارفة يؤدي الإدراض بالصالح العام للجميع للمجتمع حريك أن تتكلمها على مؤسسات فيها لازم نحافظ على المعتقدات الدينية للمصريين لازم نبعد الناس عن فترة التحرير على العنف والتمييز الكراهية صحيح حريك أن تتكلمي على أضرار بتؤدي إلى تفرقة النتيج الوطني أو بتخلي فيه مشاكل فيه إشعاعات فيه زعر لازم الناس يبقى عندها التذاب المصدقية الدقة الحيادية حماية المبادئ القيم الأخلاق المجتمعية كرامة الإنسان حقوق الناس في إبداء الرأي كل ده أستاذ نانسي أعتقد تحت عنوان إعلام حر نزي حادث حريك أن تتكلمي على بعض القنوات بعض الإعلاميين بيجيبوا ناس للأسف ناسك فشلة يعني تتناسى في ثقافيتها مع ثقافة المجتمع بتحط على الكراهية بتتكلمي حضرتك على فكرة إعلام مصدع إعلام يقدم النماذك النجحة بيرتاقب السلوك الطيب في المجتمع يبقى في إطار الإبداع كل ده الهدف منه ضبط الفوضى الإعلامية حريك أن تتكلمي دلوقتي في مجلس الأعلى وتنظيم الإعلام وضع المعايير حريك أن تتكلمي على نقابة الإعلامين وكما نصف القانون 63 سنة 2016 في مادتين المادة 2 والمادة 19 للزملاء الإعلاميين وأنا أضع حضرتك يعني من خلال حضرتك المادة 2 في قانون نقابة الإعلاميين بتنص الوسائل الإعلامية ممنوع مزولة النشاط الإعلامي في الوسائل الإعلامية إلا لإعلامي حاصل على أدوية النقابة أو تصريح مؤقت بذلك المادة 19 تحذر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المخيديين بجدول النقابة أو تصدر لهم تصريح مؤقت يبقى معنا ذلك عندنا ميساق شرف عندنا مدونة سلوك عندنا مجلس أعلى يعني وضع الضوابط عندنا نقابة يا سيدانانسي لا يجوز الظهور على الشاشة من هنا ورايح من النهاردة أو من أمس في المستقبل إلا من يحصل على وعلى فكرة عايزة أقول لأ حضرك على حاجة مهمة جدا كل ده في صالح المواطن المصري شابت اللي أقول طريق دايما أن أحدث أن الأمن القومي بيبدأ من الكلمة اللي في الآلف الشاشة بتتكلم من الآلف الكلمة بتجير الفتن الكلمة بتزعع للناس فأنا أعتقد كل ده تحت بقى المواطن المصري شكورك جزيلا أستاذ أيمان عدلي رئيس أيمان باشا إن شاء الله تحضرحك بلسه معنا ولا خرجت معاك مع الوزير صدر إن شاء الله طبعا يوم الثلاثة الجاي بنتكلم عن الإعلام الاجتماعي وفي المجلس الأعلى للثقافة كمنتدى مصر الإعلام وأستاذ أيمان عضو مجلس الأمن بالإضافة للمناصب اللي هي النلوات ديته لكل الناس أه لكل الناس ده في المجلس الأعلى للثقافة الساعة 7 يوم الثلاثة والمرادي اللي فيها أربعة عمداء إعلام يعني إبراهيم الصيادة دكتور أماد دكتور إبراهيم ودكتور حسن أعمد مكاوي ودكتورة هويدا مصطفى كميلي دكتورة خدر دول أعمدة الإعلام في مصر دكتور أحمد طايموت بزبط عدد من الشخصات المهمة وأنا من خلال حديقة وأشكر مجهودات سياسة الوزير طريق معدي على مجهوداته الحقيقة لنقل الثقافة الإعلامية في كل المنتديات وفي كل المحفظات حباً طبعاً يستحق شكراً والتقدير شكراً 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 جزيلاً دكتور حسن أعمد النهاردة أيمن باشا السيد أيمن فقلت له أننا الأكواد اللي نتكلم فيها النهاردة إن شاء الله يبقى المنتدى للصالون اللي بعده لأن الموضوع ما استدعي لأننا حتى ما كنتش عايز أفاجئ الناس أننا المرة دي بنطرح الموضوع لكن خليك معايا دي أنا خدت نوت صغيرة سريعة الموضوع دي كلها نتفق عليها واخد بالك أن يمكن إحنا كان الخطاب بتاعنا طول الوقت في المنتدى المصر الإعلام بتكلم على إيه الصدق المعلومة يعني إحنا اسمنا المهنية وأنا كنت دايما بتكلم المهم من الأول الخبر أنا بقرأ من ورائكو اللي أنا بقى أقوله بس بفكر يعني أنا خدت الصدق اجتزاء دي تعبير أنا لأن أسوأ ما يحدث اجتزاء المعلومة اجتزاء المعلومة وده بيحصل بالنطيقات التوازن اللي حضرتك أشرت عليه يحتوي يضر بالمصلحة العامة أهانة زاوي الإعاقة خلط إعلام مأساة إن يضطر الهيئة الوطنية للإعلام إنها تقولي الكلام دا للا 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 مفروض إن الكلام دا دا بديهيات الحياة إنما مضطرين يقولوا هلهم مضطر يهضر يخلط الإعلام بالإعلام أنا بقولك دا أنا كتبت يعني من كل واحد كلمة دا المأساة إساءة الأخلاق عدم تهديد الأمن القومي مصدقية وحية دا دي أحمية المبادئ كرامة الماء أنا أحضر في الأعراض عدم إساءة الآخرين تجنب الأباحية احترام الأديان ينهر يتكلم على إعلام إيه اللي محتاج حد يقوله كلام زي دا دا الطفل الصغير كان بيبدأ بدا كيف إحنا فقدنا منظومة القيم لدرجة أننا محتاجين يبذلوا مجهود عشان يجمعوا بديهيات دا الورع التانية هنا مش رأي دا سؤالي بقى لحضرتك أنا بشكرك أستاذ أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتصقيف بنقابة الإعلاميين بشكرك جزيلا لنوجودك معنا أنا اطلعت على كل الأكواد دي يمكن قبل ما ندخل للهواء قريت الأكواد الخاصة بالحوادث والمرأة والطفل وما إلى ذلك وكل دا الأكواد رائعة وفيها قيم أخلاقية محترمة جدا وزي ما حضرتك قلت دي بديهيات لكن في بعض الأكواد فيها مجموعة من المصطلحات المطاطة شوي دا هي أغلبها اللي مش هننفع نحاسب الشخص عليها أبصي حضرتك أنا كان لينا نحن تتوجه في المنطدر المصري للإعلام أعتقد أنه أكبر لأنه بيحتاج أليات وبيحتاج جامعات وبيحتاج فلوس وبيحتاج الهيئة الوطنية للإعلام فكرة التوعية ووعي المواطن فكرة رئيسية في الدماغ طب يعني أنت هتقعد المواطنين ودرس لهم لا أشاور خدوا بالكم أحضرات لو أحد عمل زي تشيكليست كده لما يشوف برنامج يقوم يدور على ثلاث بنود والموضوع دا مهمة بالنسبة لنا أن الست دي لبسة فستان أحمر ولا أخضر أو الراجل دا كان بيدخن مخدرات أو ما بيدخنش إيه القيمة يعني اللي إحنا أهمية الموضوع اللي بيطرح لو هو بطل يعني هيبقى نجم فالناس تمشوا وراه ولو هو يعني فين الموضوع هو الموضوع دا لأسبقية الوطن يعني دا دا الشغل الشغل بالنسبة لنا زي القضية اللي بحكيالك للست تاكل وتشرب وتجود النهار دا قزة حاجة في دماغي آه ما فيه جمعيات كتيرة بتشتغل على فكرة التجهيز والبتاع وأنا كمحافظة كنت كل شوية بحضر احتفالية بنتم فيها لكن واضح الوصول للمنابع مش المراكز الوصول للأطراف مسألة صعبة فتحتاج عادة تفكير طب أنت لما فتحتي القنوات الإقليمية فتحتيها بمفهوم إيه أنها قنوات تنموية وهل قمت بدورها إطلاقا إطلاقا أنا يقصفني بس يا بني مش عايزة أقول أصبحوا لو إحنا قلنا أن القناة إكس هي اللي وحشة وبتسيق للوطن المصري فهم إكس اتنين يعني يعني أصد إيه نفس قموا بعمل مضاد لا عملوا نفس السيناريو بقت هي نفس المدرسة بقت مدرسة ابتزاز ابتزاز بقى عشان ابني يخش يوم بدري المدرسة ولا عشان مش عشان حاجة كبيرة ولا عشان دور يتهد في بيت ولا عشان ولا عشان أنت بتتهم آه بتتهم آه بتتهم لأن الأواضي كتيرة جدا كانت تحتاج وعي وعي بمفهوم القمامة لو أنت يقامد القنوات الإقليمية بدورها ما كناش لكن تخش في مهاترات هو أنت عايز ترمي ده أنا بحكي لك عن تجارة حقيقية ده بقى اللي احنا محتاجين نحسنه إرمو الزبالة 89-13 بالليل وأنا الصبح الدنيا كلها تبقى موجودة هلأ يعني إحنا هننزل بالليل والدنيا برد في اسكندرية أو ده طب إحنا هننزل ويختفو يعني أنت بش بتسمعي رأي ده تحول إلى إيه لا إثبات كفاء بقى أن أنا أشتر منك أن أنا أقهارك أو العكس واحدة بالك آه طب نفرز الحاجة طب إحنا موظفة أنا أفرز زي أنت بتددي الناس رسالة إيه أنا شفت فيلم صيني قريب بيحكي على لقطات من الحاجات الصغيرة دي على فكرة التعاون الاجتماعي الناس بتتعاون مع بعض زي يمكن ما حدش لاحظها في الفيلم لكن لاحظها بحكم القبر أنه لأ واحد رجل غلبان فأما طلع له من شنطة العربية شوية البلاستيك والكارتون عشان يديهم له عشان يباعه يعني لقطة صغيرة يعني حقيقة تقصد أن القيم والمبادئ اللي إحنا حابين نرى الصخف أزهان الناس إحنا ما بنومش بيها القنوات الإقليمية ليها دور القنوات حالت القنوات الخاصة اللي هي هدفها الربح مفروض تكون شريكة في ده أنا بحكي القنوات الإقليمية لأن أنا كنت مشارك في طلعها عن نيلسات أو مش مشارك أنا اللي طلعتها عن نيلسات فالقضية أن أنا كان هدفي فيها تنمية ارجعوا خدوا مبدأ التنمية في تجربة كويسة هتلاقيها في القرية الفلانية واحد عمل بايوجاس في القرية اللي جنبها واحد عمل غوابر مش عارف إيه واحد عمل طاقة شمسية واحد عمل واحد كذا واحد كذا ناخد التجارة بالنجح نبذل مجهود أصل ده في بس لمجهود لما بتطوارع النموذج الناجح بتطوارع الرجل المبتكر اللي هو وإحنا ظلمينه أنا بحكي إحنا كانت ننفذين هنا دي عايدة على الكل مثلا إحنا ما حاولناش ندعم مشروعه فلما يطرحه ويبقى بيعمل قضية رأي عام في اتجاه إيجابي هنا بقى فيها نوع من الربط البشري بين أهل الإقليم ده ينطبق على التلفزيونات الخاصة والحكومية ده موضوع والتلفزيونات المصري والقناوات الإقليمية لأنه وقت خلاص بينتهي للأسف للأسف يعني الوقت الله أنه عندما عدبت الصلاحة أنا في الآخر عايز أعرف من حضرتك هل الأكوات دي ملزمة ولا لأ وهل فيه ألية معينة علشان خاطر نحاسب الناس على مدى تطبيقها ولا لأ أعتبر السؤال لحضرتك طلحتيه هو ده اللي احنا عاملين فيه لما أنا قلت له الصالون مش بتاع التلات ده التلات الأخير في الشهر الجاي اللي هو ده اللي كذب هقولك أسهل الموضوع اللي كذب اللي قال موضوع كذب على على إي حتى أنا مدرس في مدرسة مع مشارط الموظف ده يبقى مع مدرس في مدرسة ده أنت أهنتي قدام تلمزته بدلا ما وجلت له التهان باطل هل هيعرف ياخد حقه من اللي اتهمه ولا اللي اتهمه ده لأنه تحت الأضواء وتحت الكاميرا أكبر من أنه ياخد حقه يوم المدرس ده يتهان أو سواء التاكسي أو أو زي النموذج اللي كان يومي الفات الخناءة بدينة ومش بدينة بدون ذكر أسماء لا خلينا مش في الخناءات اللي فيها فرقعة إعلامية خلينا خناءات في الحاجات البسيطة نعم وبيقولوا هو ده اللي بيجي في لوف القضية كويس هنا بقى القانون اللي يحكم هو مين اللي قال أنه فلان اللي تقوض عليه ده بقى مجرم ده أنا في عز 2011 والدنيا مولعة لما تقال على فلان بمفهوم أنه إحنا حكمنا عليه إحنا كإعلام وقلنا ده مجرم وتاع رفض احترامي لنفسي في مكاني مش حفاظي على الكرسي يخليني أرفض أنه فلان يتقال عليه ورغم هذا في عز بقى ما البلد مقلوبة أنا فاكر يعني حس أحكي لك نموذج إعلام بس كان صحفي قال إيه أدى اللوى طارق أصدر قرار ما تقولوش الرئيس المخلوق أو الرئيس سابقا مهنيا مهنيا حضرتك تتمتع بقدر عالي من المهني عشان كده مدرك قطورة أنه ألصق لقب مجرم على شخص لا مش كده وبس لا ده أنا جوابت الإجابة كده قلت له أنا أزكى في الظروف دي للشخص ده الرئيس تحرير الجورنان ده أنا أزكى من أن أنا أقول الرئيس عشان ما أضطر أقول وراها لا ده ولا ده ولا طلع وراها خلاص كتب عليها إيه بقى ثاني نفر فأسيبك أنه أنا قطعت وعلتها إنما أنت عملت إيه سقط من كتر الإعياء بنتي في البيت هتعايت ماش كده ممكن ما يبقاش التأثير لأنه ما حصلش ولو حصل برضه شيء طبيعي لكده فنقصد النموذج ده بقى متكرر في كل الأشياء والدعاء الوطنية من لايس وطنين أو الدعاء الديانة من لايس وطنين ده هيدر بالوطنية والتاني هيودينا للإلحاد في انتظار أن تطبق هذه الأكواد ونعرف تفاصيل أكتر والنائش ربدا على سؤالك هم يجاوبوه وشكرا جزيلا سيدة لوطار المهدي رئيس المنتدى المصري لإعلام شرف تنافا شكرا لحضر شكرا لحضر مشاهدينا بعد الفاصل مكملين مع حضراتكم حليكم معنا اشتركوا في القناة